أعوذ بالله من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم ما انكلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروحة قدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من معلم جاءتهم البينات جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريده يا أيها الذين آمنوا آفئوا مما رزعناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لأنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ويخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشر فأكت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي العوم الظالمين أو كالذي مر على الأرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لما تسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما يتبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يوفئون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ميات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يوفئون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي يوفئ ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلا لا يعدلون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يوفئون أموالهم ابتغاء مرضات الله مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأذت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذلية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمنه الخبيث منه توفئون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقت أو نذقت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تلتصر عارفا عماه وإن تحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفئون من خير فلئعفسكم وما تنفئون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفئون من خير يغفع إليكم وأنتم لا تظلمون الفقراء الذين يحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم دسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفئون من خير فإن الله به عليم الذين ينفئون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الغبا لا يؤومون إلا كما يؤوم الذي يتخبطه الشيطان من المسر ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمنه لله ومن عاد فأولاك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتأوا الله وذنوا ما بأي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فاتأوا يوما ترجعون فيه لله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه فلا اكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه فليمنل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له وقلم للوديه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان مما ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما الأخرى فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان مما ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن يتكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك ما أقسط عند الله هو أقوام الاشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم فليس عليكم جراح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسركم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم شهادة وما يكتمها فإنه واثم قلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسله وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عدام شديد والله عزيز ذو إقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ حديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأت بآل فنعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقابة قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ولكان لكم آية في فئتين التقطى فئت تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد من نصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأولي الأمصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والعناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوامة والأنعم والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا الله عيده حسن المآبة قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربهم جنات تجريمين نحن الأنهار خالدين فيها وعزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والوالدين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة من القصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوذوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يقفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوا كفعوا لأسلمت وجهها لله ومن اتبعا فقل للذين أوذوا الكتاب والأمنيين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله مصير من العباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يقفرون بالقصد من الناس فبشرهم معذاب أليم أولئك الذين حبيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسر النار إلا أياما معدودات فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وللهم مالك الملك تؤذي الملك من تشاء وتنسع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بياتك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتأو منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تغفوا ما في صدوركم أو تبذوه يعلم الله ويعلم ما بالسماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفر رحيم قل أطيع الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية معضها من معض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع عليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتمها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبود حسن وأمدها نبادا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أنارك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبري من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بيحيى مصدق أم كلمة من الله والسيدة حصورة ونبي من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغنيا لكبر ومرأة عاقر ولكذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطحرك يصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجد واركعي مع الراكعين تارك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون قلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ اختصبون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله من الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني وشر ولكذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كو فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراد والإيجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني أدجتكم بآية من ربكم أني يخلق لكم من الطين كحيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا من إذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأوحي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراد ولوحل لكم ما ظا الذي حرم عليكم واجهتكم بآية من ربكم فاتأوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصر إلى الله قال الحواليون نحن أنصر الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهدك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوا كفروا والذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من الناصرين وأما الذين أمنوا من الصالحات فيوافعهم وجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نطلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طرابين ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من ما دماجاك من العلم فقل تعالى لو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعناة الله على الكاذمين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم من المفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فأقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما وزلت التوراد والإنسل إلا من بعده أفلا تاعلون ها أنتم هؤلاء حاجرت فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أعلموا والله ولي المؤمنين ودى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون فقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما تبعدينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤليه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إذا أمنه بإنطاري يؤذه إليك ومنهم من إذا أمنه بدينه لله يؤذه إليك إلا ما تمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون أرى الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا وليلا أولاك لا يقلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن منهم لفريق يلحتون سنتهم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عين ذي الله وما هو من عين ذي الله ويقولون على الله كذب وهم يعلمون ما كان ربشر أن يأتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يعود الناس ويكونوا عبادا لي ميدون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ولا يأملكم أهدت تخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأملكم من الكفر بعد إن أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميتاق النبيين لما أتيتكم من كتابي وحكمتي ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا عنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسئون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الله أخلط من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشيدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوام الظالمين أولئك تزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوضرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفر رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفروا فلا يقبل من أحدهم للأول الأرض ذهب ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم اشتركوا في القناة